موسيقى 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 بعد ساعات من توجيه الحكومة التركية الصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن تفجيري اسطنبول تبنت جماعة سقور حرية كردستان التابعة لحزب العمال المسؤولية عن التفجيرين الذين أسفراء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى هجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات هزت تركيا منذ أن بدأت حملتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد شمالي سوريا والأمنية ضد الألاف من السياسيين الأكراد داخل تركيا لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا معنا من بيروت الخبير في الشؤون التركية الكردية الأستاذ خرشيد دلي ومعنا أيضا من أسطنبول الباحث السياسي جواد جوك وأذكركم مشاهدين أن بإمكانكم أن تشاركوا معنا من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك قبل أن نبدأ النقاش هذا تقرير من مراسلنا في اسطنبول مهران يسا شعبية ورسمية لافتة شيعت اسطنبول قتل التفجيرين الذين وقعا أمام ملعب لكرة القدم في المدينة مساء السبت الهجوم الدموي تبنته مجموعة سقور حرية كردستان المحسوبة على حزب العمال الكردستاني رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم توعد الضالعين بالهجوم برد قوي لا شك أن حزب العمال الكردستاني الانفصالي يقف وراء التفجير وبغض النظر على المنظمة التي نفذته كل المنظمات التي تستهدف تضامننا ووحدتنا وإخوتنا كلها منظمات دنيئة وصنقاتلها بالمستوى نفسه الحداد والحزن كسيا كافة محافظات البلاد أما الغضب فقد بدى واضحا على وجوه آلاف المتظاهرين الذين توجهوا بعد تشييع الضحايا إلى مكان الحادث والذي بدوره تحول إلى ما يشبه النصب التذكاري للضحايا مرددين شعارات منددة بالإرهاب وبحزب العمال الكردستاني أنا كمواطن تركي قومي أطالب بإخراج من يمثلون حزب العمال الكردستاني الإرهابي من البرلمان كيف لحكومتنا أن تسمح لمن يدعمون الإرهابيين أن يكونوا أعضاء في البرلمان نحن لا نريدهم في البرلمان خرجنا من بيوتنا لنقف إلى جانب شعبنا ودولتنا نترحم على أرواح شهدائنا ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر نحن حزينون جدا لما حدث وجميعنا اليوم جنبا إلى جنب في وجه الإرهاب ويرى متابعون أن تركيا تعيش وضعا أمنيا حارجا بظل تنامي التهديدات الأمنية سواء من قبل حزب العمال الكردستاني أو تنظيم داعش سيما مع دخول قوات خاصة تركية إلى مدينة الباب ما قد يدفع تنظيم داعش لتكثيف هجماته وقوع الهجوم بعد يوم من عملية أمنية احترازية لوزارة الداخلية شملت المحافظات التركية كافة يطرح تساؤلات عدة أبرزها مدى قدرة أجهزة الأمن التركية على منع وقوع هجمات مماثلة مستقبلا مهران عيسى سكاينوز عربية إسطنبول سأنتقل مباشرة إلى ضيفنا من بيروت الأستاذ خرشيد دلي الخبير في الشؤون التركية الكردية مساء الخير أستاذ خرشيد مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن تفجير أو عمل إرهابي آخر يضرب تركيا إسطنبول مرة أخرى تبنى هذا العمل جماعة سقور كردستان أو حرية سقور حرية كردستان المرتبط بالبي كي كي ألا يعطي هذا كل الحق وكل الذرائع للسيد أردوغان لمواصلة الحملة الأمنية التي أعلن عنها منذ فترة سواء في تركيا أو خارج تركيا في سوريا في العراق ألا يعطي هذا كل الذرائع لمواصلة هذه الحملة التي من المفترض أن توفر الأمن والاستقرار للمواطن التركي مساء الخير أستاذ مهند ولضيفك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز أولا أعتقد يجب أن نقرأ أو على الأقل نتعرف على منظمة سقور حرية كردستان كي نعرف هل هناك ارتباط بينه وبين حزب العمال الكردستاني أم لا منظمة سقور حرية كردستان هي منظمة انشقت عن حزب العمال الكردستاني بمعنى أن هذه المنظمة في الأساس غير مقتنعة بأسلوب حزب العمال الكردستاني وهذه المنظمة عندما أنشقتها تحولت إلى منظمة سرية جدا ومعظم أعضائهم من الطلبة الجامعيين ومن انتجليسيا الشباب هؤلاء ينظمون أنفسهم بخلايا صغيرة جدا وأمنية هم يعتقدون بأن نهج حزب العمال الكردستاني لم يعد صالحا في الدفاع عن القضية الكردية في مواجهة الدولة التركية هم يعتقدون أن حزب العمال الكردستاني دعنا نقول لن نستسلم ولكن نهجه لم يعد بموازاة عنف الدولة التركية وأن هذه الدولة لا تفهم إلا بالعنف وبالتالي هي تلجأ إلى مثل هذه العمليات التفجيرية ولذلك أعتقد يجب أن ندقق أن العلاقة أو عندما نتهم فورا منظمة سقور حرية كردستان وكأنه جناح الحزب العمال الكردستاني أعتقد أن مثل هذا التوصيف يفتقر إلى الدقة هذا في المقام الأول في المقام الثاني هناك من يتحدث أيضا أن الدولة التركية نفسها أنشأت منظمة تحت اسم سقور حماية كردستان بمعنى ليس حرية كردستان ونحن نعلم أن في بعض الدول خاصة أن الأجهزة الأمنية غالبا ما تصنع منظمات سرية وربما تستخدمها كآدات لتنفيذ بعض التفجيرات عندما تكون هذه التفجيرات تسخر لصالح أهداف سياسية وأعتقد أن في تركيا تحديدا هناك بنية نظام بنية دولة دوما تعتمد على المنظمات السرية والاستخباراتية وتاريخها معروف وحتى الرئيس أردوغان نفسه عندما يتحدث عن دولة الظل أو الكيان الموازي أو غير ذلك هو تشبيه عن بنية النظام في الدولة التركية عندما يتم اللجوء ربما إلى بعض هذه المنظمات لاستخدام تفجيرات لتحقيق أهداف سياسية ونحن نعرف أن تركيا الآن تمر بمرحلة صعبة جدا ولا أعتقد بمعنى استبعاد كل هذه السيناريات أنا لا أدري عن مسألة سقور حماية كردستان أنا شخصيا لم أسمع بهذا التنظيم التنظيم الذي أعلن مسؤوليته هو سقور حرية كردستان المنبثق لنقل أو المنشق عن البيكي كي وهذا مسؤولية واضحة في هذه المسألة أستاذ جواد مرحبا بك معنا ما رأيك هل من التبسيط أن نلقي باللائمة بالمسؤولية على البيكي كي لأن هذه الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن هذا التفجير أم أنه تحصيل حاصل بما أن هذه المجموعة هي التي قامت بالفعل معناته البيكي كي بشكل أو بآخر هو أيضا مسؤول عن ما جرى طبعا يعني حزب العمال الكردستاني هم مسؤولون عن هذه القضية كما قال ضيفكم الكريم هناك سقور حرية كردستان لكنه ليسوا منشقين عن حزب العمال الكردستاني أقل الأمر أن الحكومة التركية لا تعرفهم أو لا تعترف بهم بهذا الشكل أنهم منشقين عن حزب العمال الكردستاني بالنتيجة المسؤولون من حزب العمال الكردستاني من جبل قنديل كانوا يهددون الحكومة التركية بشكل عام بأنهم سوف يقومون إلى التفجيرات قبل بداية السنة القادمة يعني في هذا الشهر ومع الأسف الشديد وقع تفجير بهذه القوة ولم تكن هناك أي إدانة من قبل حزب العمال الكردستاني بالنتيجة كانت هناك اشتباكات بشكل عام بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني وقد قامت القوات التركية بتدمير كثير من المدن التي تدعم حزب العمال الكردستاني وكانت هناك عنف شديد جدا واشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية التركية وبين حزب العمال الكردستاني فنتيجة هذه الاشتباكات وانتصارات الجيش التركي فانتقاما من القوات الأمنية قاموا بهذا التفجير عندما سمعنا ليلة أمس أنه صار تفجير يعني كنا نشاهد أنه من هم المقتولين هل قوات الأمنية أو المدنيين إذا قوات الأمنية مقتولين معناه أنه حزب العمال الكردستان هم يقومون بمثل هذه التفجيرات لأنه ليس المدنيين حقيقة أنه ليس المدنيين في مستهدف حزب العمال الكردستان هم لا يستهدفون المدنيين إذا كان المقتولين من المدنيين كنا نتفكر أنه داعش تنظيم الدولة هم قاموا لكنه قوات الأمن التركية وبشكل محترف جدا بشكل محترف جدا يعني لو كانت هناك تفاصيل أنه كانت النقطة حساسة جدا وبعد أن انتشر يعني بعد أن خرج المشاهدين من مباراة أنديا التركية قاموا بالتفجير عند نقطة الشرطة يعني كان محترف جدا معناه أنه كان هناك دعم من داخل ممكن من أن يكون دعم من داخل قوات الأمن التركية أو من الإرهابيين الذين موجودين في مدينة إسطنبول وخلايا ناعمة لحزب العمال الكردستاني أستاذ خرشيد أولا بالنسبة للإدانة هل كان هناك إدانة من قبل حزب العمال الكردستاني لهذا الهجوم أستاذ مهند ليس لدي معلومات حتى الآن إذا ما صدر حزب العمال الكردستاني بيان يندد في هذا التفجير وأنا أستبعد أن يصدر بيان بذلك لكن دعني أن أتحدث عن طريقة دوما اتهام حزب العمال الكردستاني من قبل السلطات التركية نحن في كل تفجير تشهده تركيا فورا الاتهامات هي لحزب العمال الكردستاني مباشرة ثم نشهد اجتماع أمني برئاسة رئيس أردوغان وتشكيل لجنة تحقيق وتمضي الأسابيع والأشهر ويحدث انفجار آخر ولكن لا نسمع بنتيجة هذه اللجنة التحقيق ولا نسمع بمن قام بتنفيذ هذه القضية وبالتالي كل الاتهامات تساق بشكل دوما إلى حزب العمال الكردستاني ولكن على أرض الواقع لا نصل إلى نتيجة أو أدلة ملموسة بحسب الأرقام 16 اعتداء إرهابي شهدته تركيا خلال عام 2016 16 اعتداء داعش أعتقد تبنت ربما ثلاثة أو أربعة من هذه التفجيرات أو هذه الهجمات الباقي تبنتها مجموعات مثل سقور حرية كردستان وغيرها من الجماعات المرتبطة بشكل أساسي بالPKK سيدي حزب العمال الكردستاني لا يخشى من نضاله ضد الجيش التركي وهو يقوم بعمليات عسكرية ويشنها جماعة ضد قوات الجيش التركي ولكنه لا يلجأ إلى أسلوب العمليات الانتحارية ومن يراجع تاريخ حزب العمال الكردستاني منذ 15 أب عام 1984 هو لا يلجأ إلى هذه الأساليب معركته واضحة وأنا أتأسف لما قاله ضيفك عندما يقول الآن أن جيش التركي دمر وبكل فخر تصور المدن الكردية التي هي مؤيدة لحزب العمال الكردستاني وكأنه يبرر هذا الأمر السؤال الأساسي إذا كان جيش يقوم بهذا التدمير كيف سيكون رد الفعل سواء كان من قبل منظمة سقوح حرية كردستان أو منظمات أخرى مشكلة تركيا يا سيدي أن العنف لا يمكن أن يولد إلا العنف والعنف لا يمكن أن يشكل حل القضية الكردية وبالتالي هذه التفجيرات تحدث مع الإشارة أن هذه التفجيرات في تركيا وحدها تبقى غامضة سواء كان المنفس داعش أو تنظيمات يسارية أو تنظيمات أخرى ولكن دوما أبدا تهمة توجه إلى حزب العمال الكردستاني مباشرة ودعني هنا فقط في هذا التوقيت عندما تم التوجيه الآن أعتقد أنه ليس بعيد عن مدلول السياسي الآن العلاقات التركية الأوروبية هي علاقات متوترة جدا في بعض البرلمانات الأوروبية وضعني أن أعطي هذه المعلومة هناك مشاريع القرارات الآن وجهود تعد لرفع اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية أعتقد أن من مصلحة الحكومة التركية الآن قدر الإمكان توجيه كل الاتهامات لحزب العمال الكردستاني كي يسبب صفة الإرهاب وبالتالي يحاول قول الأوروب أنتم تدعمون الإرهاب الحقيقة الأساسية أن سواء حزب العمال الكردستاني لجأ إلى العنف أو إلى أساليب سلمية أخرى وهو يطالب دوما بذلك هذه القضية هي قضية سياسية لا يمكن أن تحل سواء بالعنف من قبل حزب العمال الكردستاني أو من قبل الدولة التركية وكلما تركيا راهنت على مسألات العنف أعتقد أنها لن تتعرض سواء إلى المزيد من الخسائر ودليل ذلك أن تداعيات التفجير اليوم معظم الحجوزات الفندقية والسياحية ألغيت في تركيا في وقت تعاني فيها تركيا من أزمة اقتصادية كبيرة جدا أستاذ جواد هذه النقطة مهمة أثارها الأستاذ خرشيد مسألة حلقة العنف يعني الأسلوب الذي تنتهج حكومة السيد أردوغان مواجهة هذه الهجمات بشن هجمات مزيد من الهجمات على قرى على بلدات كردية الدخول إلى سوريا الدخول إلى العراق كل هذه الأمور تولد مزيد من العنف واضح أن الحلقة مفرغة والحل الأمني واضح أنه لم يجلب النتيجة المرجوة حتى الآن على الأقل ألا ترى أن الحل هو حل سياسي بالمقام الأول وأنه مهمة طالت هذه العمليات الأمنية سيكون رد الفعل عليها أيضا هجمات مثل ما شاهدناه بالأمس نعم يعني لو نرجع إلى الماضي في سنة 2015 شهر حزيران كانت هناك انتخابات البرلمانية وكان حزب الشعوب الديمقراطية كان حزبا ناجحا جدا نحن سررنا بأنهم دخلوا إلى البرلمان بشكل قوي جدا في الماضي كانت الحكومة التركية وليست هذه الحكومة وحتى الحكومات السابقة كانوا يدعون حزب العمال الكردستاني بأن ينزلون من الجبال ويأتون إلى البرلمان ويعملون السياسة تحت سقف البرلمان التركي عندما جاءوهم إلى البرلمان إلى العاصمة أنقرة قالوا أنتم إرهابيين وبدأوا بأنه أنتم تدعمون الإرهاب فبدأوا بأن يقصرونهم أنهم يتعاونون مع الإرهاب نحن نعرف أن البرلمانيين الأكراد لحزب الشعوب الديمقراطية بشكل أو آخر هم مرتبطين مع حزب العمال الكردستاني كنا نتمنى أن يكون هناك مفاوضات بين الأكراد وبين الحكومة التركية وكانت هناك مفاوضات ناجحة جدا لكن في السنة الماضية عندما نزلت أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بدأت تفجيرات في أنقرة ثم في إسطنبول أنا صحيح أنه أنا مع ضيفكم أنه الطريق الوحيد هو المفاوضات ونحن نتمنى أن تكون هناك مفاوضات لإعطاء حقوق الأكراد وبشكل عام حقوق جميع الأقليات وجميع المكونات في تركيا لكن الحكومة التركية برئاسة أردغان اختاروا طريق مواجهة بالسلاح طبعا كل من يقوم بالسلاح تجاه الحكومة تجاه القوات الرسمية هم يعتبرون إرهابيين لكن الحكومة التركية بعد انكسارهم بعد هزيمتهم في انتخابات سنة الماضية بدأوا بأن يسوقون وجهة الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان وبشكل عام في الساحة الإعلامية التركية مع الأسف الشديد الإعلام الحكومي التركي يأخذون مواقف سلبية جدا بالنسبة إلى حزب الشعوب الديمقراطية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني مع الأسف أنا مع ضيفكم يعني أنه الطريق الوحيد لحل القضية أن تكون هناك مفاوضات لكن الحكومة حاليا أخذت طريق مواجهة المسلحة وتدمير بعض المدن الكردية مع الأسف الشديد لا نرى ضوءا في آخر النفق بالنسبة إلى حل القضية في المدى القريب في ساحة السياسية التركية أستاذ خرشيد إلى أي مدى هذه الأعمال التي شهدناها ونشهدها في تركيا مرتبطة بما تقوم به تركيا اليوم في الشمال السوري في العراق إلى أي مدى يمكن بالفعل ربط هذه المسائل بما يجري هناك بالتأكيد يعني ربما ربط ليس بيكون بشكل مباشر وإنما ربما يتم استخدام هذه التفجيرات كزريعة ربما لمرحلة من التصعيد العسكري نحن نعلم أن قوات التركية مثلا هي الآن موجودة في تخو مدينة الباب منذ أكثر من شهر وهذه القوات لا تستطيع الدخول ربما تنتظر صفقة أو ربما تنتظر مبرر ما لتقول أن أمنها مهددة وبالتالي أن تتحرك عسكرية لكن هذا الأمر لن يزيد سوى تأزيم الأمور كما تفضل أيضا ضيفكم عندما كانت هناك محادثات بين حزب العمال الكردستاني بطريقة غير مباشرة عن طريق حزب الشعوب الديمقراطية وحكومة حزب العدالة والتنمية تم التوصل إلى اتفاق سموها اتفاق دول مباجر السلام وهذا الاتفاق وضع خريطة طريق للحل ولكن فجأة وجدنا أن الحكومة التركية بعد الانتخابات تنصلت من هذه الاتفاقية ولجأت إلى العنف ودعني هنا فقط أتذكر قول أحد نواب الأتراك قال كتب ما يلي يقول أن الرئيس أردوغان طلب مننا أن نذهب إلى قنديل كي نحاور حزب العمال الكردستاني من أجل عملية السلام تصور في اليوم التالي عندما عاد الوفد اتصل فيهم أردوغان وأعطى تصريح للصحافة ويقول فيها يجب أن نحاسب من يذهبون إلى قنديل إذن هناك انقلاب تركي انقلاب بشكل دقيق من قبل الحكومة التركية على عملية السلام هل تركيا تراهن بالقوة أنها ستحل هذه القضية أعتقد أنه نوع من الوهم سبق وأن رؤساء الأتراك ورؤساء الحكومات وقادة الجيش توعدوا مرارا وأعطوا مهل ولكن كل هذه العمليات فشلت وبالتالي سواء من الذهاب إلى الباب أو إلى أي منطقة أخرى من خلال التصعيد على جبهات سوريا أو العراق أو من خلال التصعيد على الأرض مع الأكراد كل هذا الأمر لن يؤدي سواء إلى خسارة للأتراك والأكراد معا والمتضرر الأكبر هو تركيا التي الآن بحاجة إلى وضع اقتصادي إلى نوع من الاستقرار ولكن للأسف الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تعديل دستوري ومن أجل وصول إلى انتقال للنظام الرئاسي يبدو مستعد إلى خلط كل أوراق للأسف أسف أسف خرشيد مقدمتها لصالح الوصول إلى هذا المشروع الذي يتطلع إليه شكرا جزيلا لك الأستاذ خرشيد دلي الخبير في الشؤون التركية الكردية كان معنا من بيروت وشكرا لضيفنا من أسطنبول جواد جوك الكاتب والباحث السياسي شكرا لكم إلى هنا ملفات غرفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديدة إلى اللقاء